يروي المؤرخون أن الإغريق أطلقوا تسمية ميزو بوتا مايا على العراق القديم نسبة إلى نهري دجلة والفرات وميزو بوتا مايا تعني بلاد الرافدين وبلاد ما بين النهرين ووادي الرافدين كذلك ولو كان الإغريقيون يعلمون أن هذه الأرض ستصبح في يوم ما الأرض العطشة في زمن أحزاب السلطة التي حكمت بعد الاحتلال لما وصفوها ببلاد النهرين يمثل نهراء دجلة والفرات الرئة المحركة للحياة في العراق بكل أشكالها وتعتبر الزراعة من أهم العناصر الأساسية الواجب تسخير المياه لها لديمومة الحياة في العراق حيث إن قلة المياه وغياب المشاريع التنموية ورفع اليد عن دعم الفلاح بعد الاحتلال قاد إلى هجرة الأراضي الزراعية وإصابة أكثر من 70% من الأراضي العراقية بالتصحر وفق تصريح مدير قسم التخطيط في دائرة الغابات ومكافحة التصحر المهندس الزراعي سرمت كامل لوكالة فرانس بريس أسباب كثيرة قادت إلى جفاف الأنهار والروافد والبحيرات والأهوار في العراق وفاقم هذا الجفاف من أزمة التصحر ولكن من يتحمل مسؤولية تدهور حال هذا الملف الخطير؟ وكيف يمكن معالجة الكارثة البيئية الحالية باستخدام الأدوات المتاحة؟ وهل يمكن تحقيق هذه الخطط أو المشاريع في ظل وجود هذه الأحزاب في السلطة؟ أسئلة كثيرة يطرحها العراقيون وتبقى أجوبتها معلقة طالما بقي الفساد والمصالح الضيقة تحكم العراق 300 يوم مغبر في العام هي توقعات وزارة البيئة الحالية في العراق والسبب هو غياب المساحات الخضراء والأحزمة حول المدن وداخلها ما قاد إلى هشاشة التربة والتي تسبب بدورها هذه الأتربة والغبار المستمرة والذي سيرتفع عدد أيامه طالما غابت المعالجة فبحسب وزارة الزراعة الحالية فإن العراق يحتاج إلى 15 مليار شجرة لمعالجة أزمة التصحر والعواصف الترابية لكن يا ترى كيف يمكن تحقيق هذا المشروع ومن أين سيتم تمويله؟ وهل الفساد الذي دمر القطاع البيئي في العراق بشكل عام يسمح بإنفاق الملايين والمليارات لأجل المصلحة العامة بعيداً عن المصالح الشخصية والحزبية ولو كانت هذه الأحزاب التي تدعي الوطنية حريصة على مصلحة البلد فلماذا إذن لا يزال مشروع زراعة 15 مليار شجرة متوقفاً منذ عام 2020 للسدود أيضاً دور في مفاقمة الأزمة المائية في العراق إذ تعتبر السدود التي تشيدها دول جوار عاملاً مساعداً على تفاقم الوضع المائي في العراق وشحتها كما أدى ضعف القرار السياسي وغياب السيادة إلى تمادي دول مثل إيران على قطع مجار الأنهر التي تصب في العراق وتحويل حصة العراق المائية إلى داخل أراضيها مما أدى إلى تمدد اللسان الملحي والذي ينظر بكارثة بيئية ستفاقم معاناة محافظات شرق وجنوب العراق بحسب وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني الذي هدد قبل عام من الآن إيران باللجوء إلى المجتمع الدولي في حال استمرار قطعها للمياه على العراق لكن الوزير وحكومته لم يحركوا ساكنا منذ ذلك الوقت فهل سيتحول العراق إلى أرض الجفاف أم للوطنيين من أبنائه رأي آخر؟ ترجمة نانسي قنقر